موسيقى المرأة الفنانة وهي عنوان دي للورشة كان هو موقع المرأة الفنانة في الحياة النقابية الورشة كانت حضروا لها مجموعة دي الفنانات هنا في دار البيضاء والموضوع كانت يهمهم بشكل كبير لأنه بحالة شكل دي اللقاء تواصولي أو ورشة نجد نقوله ورشة بمعنى أنهم تكلموا على كل وحدة فيهم تكلمت على المشاكل التي تتلقاها كمرأة فنانة داخل الوسط الفني سواء لمستوى تصوير في الأفلام أو المسلسلات سواء في المسرع حوادي بالمشاكل مثلا المتروحة والتي يمتروحة في العالم ليس شيء غير في المغرب عندهم قوانين ديالها في المغرب بقى هذا شيء عندنا شوية مثلا المرأة الحاملة مثلا تتحمل المرأة سافرة تقلس ديك المدة ديالها كاملة فترات الحمل فترات الولادة دونك سوا واحد العامين ولا تلسلين ما تخدمش دونك تضيع هي لف حقوقها لف الاشتغال ديالها دونك كيفاش غادي تعيش كين هاد المشكلة يعني إلي حملات المرأة يعني الفنانة ما كيبقاش عندها دور أكيد يعني ما ما يمكنش عايت لها شي واحد من الفاغذي تخدم هادي دونك عندي تتبدل الجسد يعني عادي دونك ولكن يعني شنو يعني شنو هي يعني حلارة سافي قلست من الخدمة يعني سافي ولات هذه العامين ولات سميت ورات قلست بها من الخدمة إذا نفينو ما حقوق ديالها كفنانة كامرأة فنانة مثلا كين المثلا حتى مسألة ديال السن ممكن تتكون إنجان بخوميار ولا تتكون واحد الممتلة المعروفة بطالة تتخدم بطالة هذي ولكن وحد الوقت يبدأ السن يبدأ اسمي شو دونك يعني ما تيولي وخص المنتجين وهذي على أساس غير يعطو لها كأم أو كجدة أو مثلا غدا وتتكبر لأنه هيت الممتلة ما تيساليش يعني لائما يعني لائما كل فطرة دياله في السن دياله ولا في حيات دياله إلا وغادي يكون غير يعطي فيها شي حاجة اللي غير يقدمها المشاهد والمتتبع وش تكمو أنه في الورشة يعني قدرت عن التحرش الجنسي أيوة دونك احتم بالنقات اللي التارو هو الموضوع دي التحرش الجنسي لأنه هو مسكوت عنها لذن التحرش الجنسي رمكينش غير في الميدال الفني كنت في ميادين خرارة ممكن تتفشل شركة تطلق المرأة معرضة لهذه المسألة في معمل في الشارع أحيانا إذن كذلك الفنانة تهي يعني ناقشة هذا الموضوع دي التحرش الجنسي اللي تتعرض له سواء أثناء تصوير سواء أحيانا هي براسها في الشارع يعني تصور اسم معروف أو وجه معروف وكيف ممكن الناس غدي انتغي كيف غتي تتعامل معا هندم كلي تتعامل بحترام كلي تتعامل بغي تصور معا كنجما كاسم وكلي تدخلت فهذا المسألة دي التحرش الجنسي معا وسمعت بعد الفنانات تقول الفنانين لدينا مشكل الضمان الاجتماعي هذا مشكل آخر هذا هو اللي غدي تناقش ان شاء الله يوم غد سبت والأحد ان شاء الله غدي يكون عندنا لقاء مع المنخريطين دي النقابة دينا غدي نتكلم على الوضعية الاجتماعية والمشكل اللي متروح ده بحاليا تقريبا هذي واحد السنة فهذ اللي تطرح هو دي التغطية الصحية الاجبارية احنا كنقابة ولا كفنانين احنا مع التغطية الصحية الاجبارية مع مخطط جلالة الملك مع مخطط الدولة زيان ولكن الدولة يعني بدءا من وزارة ثقافة بدءا من مجموعة دي الناس اللي ما فاهمينش بان هذي الفنان هو يعتبر اجير في قانون الفنان قانون الفنان واضح في بان الفنان تنقولوا بانو اجير اذا نتنشو كلمة اجير وتنشو المدونة تلقوا بان الاجير يعني تخلص عليه عندو فاتران دياله تسيني عقد تسيني كونترا دونك هذي هو يخلص عليه التغطية الصحية دياله مشي هو يخلص على نفسه التغطية الصحية هما معتبر انو غير اجير معتبر مستقل بينما الفنان تساك دياله تقول غد غن مشي متل في الزنق وجمع الفلوس لا تشتغل شوي يوميا تشتغل مع شركة اذا غير تشتغل مع شركة سوف تصوير سوف مسرح سوف عدي رات تشتغل في واحد المدة يعني محدودة اذا غن نشتغل 15 اليوم ديال تصوير او شهر او تلت شهور تغطية الصحية ديال وتقعد ديال وتغطية الواجبات ديال دون مشي هو تمشي كل شهر قد واحد المئة درهم دون كين هاد الاشكال هاد اه يعني بعد هما يعني صفتنا شكايات صفتنا مرسلات الوزار التقافة الوزار الاولى الوزار الهدو دي الضمان الاجتماعي صفتنا مرسلات وهدي ان شاء الله يعني لسب يعني لمشي للقانون تلقوا بأن دعوة مربوحة ان شاء الله وصالح الفنان